تم ببنملا لتوقيع اتفاقية شراكة لتطوير أدوار المدرسة التربوية والثقافية والمدنية وزرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش وذلك بين كل من مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بنملا الخنفرة وجمعية سويرا موغادور الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم في بنملا هي إشارة قوية لإبراز التباين الإقليمي لهذه الدينامية التي بدأت خلال زيارة تاريخي والرمزية التي قام بها جلالة الملك إلى متحف بيت الذاكرة يوم تدشينه في الخامس عشر يناير الفين وعشرين بصويرا وبموجب الاتفاقية تلتزم الأطراف الثلاثة بالعمل على إقامة شراكة للمساهمة في تحقيق أهداف تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها كانت فرصة من أجل تقديم برنامج عمل الأكاديمية وبرنامج لأكمل الأكاديمية بالإضافة إلى اعتماد مشاريع 18 مشروع ضمن حافظة المشاريع التي تم إقارها من طرف الوزارة في إطار تنزيل القرن الإطار تتمييز أيضا بعقد اتفاقية شاركة مع مجلس الجهة بمبلغ مالي ويناهز مليار و881 درهم وتروم هذه الاتفاقية وضع إطار عامل التعاون والشركة بين الأطراف الثلاث قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدنية في الحياة المدرسية ومحيطها والعمل على زرع ثقافة التسابح والتعدد والتعايش ونبد العنف والتطرف اشتركوا في القناة